مقالي ومقاله الرمز والأسطورة عنوان الاحترام وزير الدفاع عن الاهل ومبادئ الاهل وحقوق الاهل ومصالح الاهل الكابتن حسن حمدي كل سنة وانت طيبة كابتن هذا الأسبوع عيد ميلاد الكابتن حسن نموذج للاحترام نموذج والاحتراف ممم للاحترام والاحتراف حسن حمدي عملت معه وانا عدو مجل صدارة عندما استعنى به مديرا للكورة لما ترفض الطلبات الكابتن صالح وكان له موقف طريف جدا ان يعني اعتذروا الكابتن صالح اقول له الطلبات اللي انت طالبة انت بتستقل بالكورة فاعتذروا له فطلبنا كابتن حسن حمدي فانا قلت الكمال بيه مش هجواف لان انا عارب دماغ كابتن حسن قريبا من دماغ كابتن صالح فاني ماليكش لعوة انت انا احكير ليه فاعدين في المجلس لقنا كابتن حسن داخل فقال له ها فكرت قال له بإذن الله كمال بيه اللي انت عايزه وانت فكرت كمال بيه قال له خلاص وفقنا لك عن اللي انت عايزه فانا بصيت كده قلت له رينا كمال بيه قال له مش دي اللي رفضناه لكابتن صالح كابتن حسن مات بتضحك بص يا جماعة انتو يعني هو كان عارف حسن ما تنزلش يعني الكابتن حسن ما تنزلش جه بنفس الايه بس يا جوز هم حاسين ان الكابتن حسن نفسه معهم جديد هيكون اهدى لان كان فيه خلاف سابق بين الكابتن صالح وبينهم ايه ده كلام اعتقد يفتح الحديث بشكل اوسع لما تشوفه في الصور اول حاجة تتبضر الى زينك وزيني اي حد الراجل المحترم ده له طل تدج بالاحترام احترم ومحترف يعني انا شفت اداؤه اولا هو اول واحد عنية ان كل ما يمسك مسئولية لازم يحط له لوائح ايوه رجل اللوايح اه 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 اما مسك مدير كورة وكان اول من حط لوائح لقدارت الكورة فحط لوائح اللعيب يعرف ده صور التكريم من الاتحاد الافريقي في اسيوبيا احصل رئيس نادي بعد ما سم موقعه بعد الموقع اه فيعني ده ما فيش تكريم اعلى من كده بقى اه على مستقى افريقيا يمكن وقتها كان عبر تاريخه يعني بالنسبة لهم اي اي وهو حسن اه الحقيقة يستحق كل التكريم اه اه وهو لاعب بقى كابتن اه انا كنت بقى اه اه المجلس داري بس كان سين صغير وقريب منهم يعني اي فكنت اشوفهم حتى هما بتمرانوا وساعات بعد التمرين كده اروح وقوط اللبسة كلم حد فيهم كنا صحاب يعني ام يعني كابتن حسن مرة كان او اتنين خدني معايا كانوا بطر رماية وحب يصطاد بندقية طبع وياخد اصحابه بقى وانا كنت يعني منهم ونطلع معا فكان يوقف قدام المرايا لا جمعنا زيت كيلو دقيق بيحاسب نفسه قبل اي حد ولا لالك هو سرد باك اللي ما كانش يمتاز من ضربات الرأس لكن محاقت مفيش كرة عالي يتعد منه اه اروح بيوقف صحة اوي كان بيوقف صحة وكن بعدين ايه يعمل نفسه حلو لعبة معينة كنت لقيه بيعمل حاجة كده في الله يعمل كده ويروح لها هيا كابتن قال لي اشوفها بقى في الماتشات يعمل انه حينط يروح مفوتها ولمامها برجله اه فكان له علعب معينة يعني اي وكان قائد حقيقي وكان له كاريزمة اه ربنا ديله الصحة رب حط اللوايح واسس اسس للتسويق الرياضي اه في مصر اسس للتسويق الرياضي في النادي الاهلي والشركة اللي انتاج العلامة والقناة من منجزاته الحقيقة في الفيلم الحقيقة يعني اه انتاج فيه جدا وكان بيجاهز ويبقى خليفته الحيال زي ما هو جاهز الكابتن الخطيب ويبقى خليفته اي انت لو تذكر كان فيه دور حيبقى الاستاذ ابراهيم المعلم ماسي ابراهيم المعلم اي هو كان الدور عليه يطلع من اميسان ديه يبقى اه نائب رئيس نائب رئيس اي فمنتهى الفروسية عندما تحدثوا معه هو قالهم لا ما عنديش مشكلة خالص ينزل الكابتن الخطيب